أهلا بكم كتير من الناس الحقيقة علقت على الحلقات التطور اللي قدمتها بالتعليق الشهير جدا والمريح طبعا لمعارضي التطور وهو إن التطور ما زال نظرية فلماذا أنت مقتنع به؟ لو كده بالمصري دحيان لنظرية وكأن النظرية مجرد رأي أو تخمين قد يصيب وقد يخطئ وبالتالي يستطيع أغلب الناس بهذا الاعتقاد الخاطئ لمفهوم النظرية أن يرفضوا أي كيان علمي دون حتى النظر لمحتواب عمق لمجرد أن هذا الكيان يطلق عليه مصطلح نظرية وخصوصا طبعا لو كان هذا الكيان ضد معتقداتهم تطبعا بيدل على وجود سوء فهم كبير جدا عند أغلب الناس لمفهوم النظرية فما هو إذن المفهوم الصحيح للنظرية العلمية وإذا كان الاعتقاد بأن النظرية العلمية قد تصيب وقد تخطئ هو اعتقاد خاطئ أو سوفهم زي ما أنا بتدعي فلماذا إذن لا نطلق على النظرية العلمية حقيقة علمية لماذا لا نطلق على التطور أو ميكانيكا الكم أو النسبية حقائق علمية لماذا ما زلنا نطلق عليهم نظريات علمية وهل أصلا الحقائق العلمية حقائق يقينية غير قابلة للشك أو للخطأ ده بقى اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة فيالله بينا نحكي حكاية تابع مع بعض نبدأ القصة من البداية خالص من أدنى درجات اليقين وهو الرأي أو التخمين أو ما يعرف علميا بمصطلح الفردية أو الهايبوسوس يعني إيه فردية علمية؟ الفردية بكل بساطة عبارة عن رأي أو تفسير أولي لظاهرة ما قد يصيب وقد يخطئ مبني على مجموعة معتبرة من المشاهدات والملاحظات يعني مثلا داروين لاحظ من خلال مشاهدات وملاحظات عديدة جدا خلال سنوات طويلة إن الكائنات الحية بتتشابه فيما بينها وبالتالي اقترح أو افترض إن هذه الكائنات كلها لها أصل مشترك قد انحضرت منه نيوتن مثلا لاحظ إن الأجسام تسقط تجاه الأرض عند تركها وبالتالي اقترح أو افترض وجود قوة ما اللي هي الجاذبية تجذب هذه الأجسام تجاه الأرض حد إن لا توقف كل من داروين أو نيوتن عند تقديم هذا الافتراض وفقط لكنا الآن نطلق على فكرة الأصل المشترك أو حتى قانون الجاذبية إنهما مجرد فرضيات قد تصيب وقد تخطئ لأن كل منهما حتى الآن لم يقدم بعد أي دليل أو إثبات على صحة افترض وبالتالي فالخطوة التالية هي اختبار صحة تلك الفرضيات فمثلا قام نيوتن بوضع معادلة أو قانون رياضي اللي هو قانون الجاذبية اللي شايفينه قدامنا دوت وقال لنا بكل ثقة إننا نستطيع أن نطبق هذا القانون على حركة الأجسام ونتأكد من صحة وجود قوة الجاذبية بل إننا أيضا نستطيع أن نتنبأ بحركة تلك الأجسام بدقة كبيرة وبالتالي بعد أن قمنا باختبار معادلة أو قانون الجاذبية وتأكدنا فعلا من صحة افتراض نيوتن استحق هذا الافتراض أن يطلق عليه افتراض علمي صحيح أو بقى بيعرف علميا بمصطلح النظرية العلمية أو scientific theory أما بالنسبة لداروين فلإن افتراضه ليس افتراض فيزيائي وبالتالي لا يستطيع تقديم معادلات رياضية حاسمة فكان كل ما أمكانه هو تقديم مجموعة من الأدلة أو البراهين التي تغبط صحة افتراضه والأهم طبعا إنه قدم مجموعة من التنبؤات التي يمكن من خلالها التأكد من صحة افتراضه وبالتالي بعد أن قمنا بدراسة افتراضه ودراسة درجة التشابه بين الكائنات الحية ووجدناها تتطفق مع فكرة السلف المشترك وتدرجه وأيضا بعدما تحققت تنبؤاته بخصوص مثلا الحلقات الانتقالية وعثرنا على حفريات عديدة جدا في نفس طبقات الأرض الموافقة لتدرج فكرة السلف المشترك بالإضافة بها لزهور علم الجينات والوراثة التي أثبتت صحة افتراضه بعد كل هذا استحق افتراض داروين أن يقال عليه افتراض علمي صحيح أو بقى زي ما قلت من شوية أطلق عليه مصطلح النظرية العلمية من خلال بقى اللي قلناه نقدر دلوقتي نعرف النظرية العلمية مع بعضه ونقول إنها وبكل بساطة عبارة عن افتراض قد تم اثبات صحته بدرجة كبيرة جدا من خلال وجود أدلة عليه اجتيازه لكل الاختبارات والتجارب اللي اتعرض لها تحقق تنبؤاته المستقبلية والأهم عدم ظهور أي دليل علمي قاطع يعارضه وبتتدرج بقى قوة النظرية بمدى حجم أدلتها وتنبؤاتها وأيضا بمدى صمودها أمام التجارب والقياسات ولذلك توجد الآن نظريات قوية أو صحيحة ونظريات أكثر دقة وأكثر صحة زي ما هنشوف كمان شوية تمام حدنا ممكن يقولي بكل بساطة مدامة النظرية العلمية النظرية صحيحة أو افتراض تم اثبات صحته وإنها اكتازت الاختبارات وصمدت أمام التجارب وتنبأت أيضا بأشياء وحدثت فلماذا لا نطلق عليها مصطلح حقيقة علمية أو فاكت لماذا لا نطلق على التطور أو ميكانيكا الكمة أو النسبية وغيرها حقائق علمية لماذا ما زلنا نطلق عليها نظريات هنا بالإجابة بكل بساطة أن النظرية والحقيقة العلمية ليست مراحل فوق بعضهما أو تدرب كما يعتقد البعض بل كل من النظرية والحقيقة لهما دلالة مختلفة وهي بكل بساطة أن النظريات هي تفسير للحقائق العلمية عشان نفهم الكصة دي كويس جدا لازم الأول نعرف مفهوم الحقائق العلمية الحقيقة العلمية الحقيقة لها تعريفات كتيرة جدا نقدر نقول أبسطها هو أنها عبارة عن حدث أو ظاهرة تمت ملاحظاتها والتأكد منها مرات عديدة جدا جدا حتى صارت تعرف على أنها حقيقة ضمنيا بين البشر زي مثلا شروك الشمس من الشرق دوران الأرض حول الشمس سكوت الأجسام تجاه الأرض بمجرد تركها تغير الكائنات الحية اللي هو تطورها بمرور الوقت وغيرها من الحقائق العلمية أما النظرية العلمية هي التي تفسر سبب وكيفية حدوث تلك الحقائق يعني ببساطة شديدة النظرية الدروينية تفسر سبب وكيفية حدوث حقيقة التطور نظرية الجاذبية لنيوتن بتفسر وتوضح كيفية تحرك الأجسام لماذا تسكت تجاه الأرض عند تركها وأيضا تتنبأ بحركاتها وغيرها بقى من النظريات التي تفسر الحقائق ولذلك نجد أن النظريات العلمية تتغير وتتطور بمرور الوقت أما الحقائق العلمية فهي ثابتة منفصلة عنها ونحن نحاول فهمها من خلال تلك النظريات العلمية فمثلا فهمنا للجاذبية قد تطور بشكل مهول جدا على يد ألعب قاري أينشتاين ونظرياته الشهيرة جدا النسبية العامة التي تعد أكثر دقة وصحة والأهم أكثر فهما لمفهوم الجاذبية من النظرية السابقة لها اللي هي النظرية الجاذبية اللي أنا قلت عليها ولكن رغم ذلك فإن النظرية النسبية مثلا رغم صحتها وضقتها إلا إنها تنهار في عالم الزر ونضطر أن نستخدم نظرية أخرى لها نظرية ميكانيكا الكام لكي نتعامل مع هذا العالم الزري مبقى كملخص لكل اللي قلته لحد دلوقتي أقدر أقول إن البشر لكي يفهموا تلك الحقائق الكونية بيبدأوا أولا بملاحظتها ومشاهدتها ثم وضع افتراضات وتفسيرات لها ثم اختبار تلك الافتراضات والتأكد من صحتها وإذا ما تأكدنا من صحتها فإننا نضعها في شكل إطار معرفي اللي هو النظرية العلمية وبنكتبها بقى بشكل رياضي لو قدرنا أو حتى بشكل منطقي أو بأي صيغة أخرى لكي تشرح وتفسر كيفية حدوث تلك الحقائق اللي أنا قلته ده بقى بيعتبر هو خطوات المنهج العلمي التجريبي اللي قلت عنه الحلقة اللي فاتت إنه الطريقة الوحيدة لدى البشر حتى الآن لمعرفة وفهم الحقائق وطبعا هبقى أتكلم بعد كده بالتفصيل عن أشكال تمام نيجي بقى الآخر جزء في حلقتنا بعدما عرفنا الفرق ما بين الفرضية والنظرية والحقيقة العلمية وكمان اتعرفنا على خطوات المنهج العلمي نتكلم بقى عن الجزء الأهم وهو كيف نتأكد من حقيقة الأشياء والموجودات حولنا هنا بقى من غير ما أخش معاكم في تفاصيل عميقة عن كون الحقيقة مطلقة أم نسبية خلونا أتكلم معاكم بشكل واقعي جدا وأقول إن هناك فرق بيننا نحن البشر الراصدين لحقائق الكون وما بين تلك الحقائق نفسها أو ما بين الكون أو الواقع وهو إننا نحن البشر لدينا عقل نسبي لدينا قدرات ومعارف وأدوات محدودة أما الكون أو الواقع فليس له علاقة بنا ولا علاقة بما نقوله أو نعتقده أو حتى نتخيله عنه وبالتالي كلما زادت معارفنا وقدراتنا وأدواتنا كلما زاد فهمنا لهذا الواقع أو الكون المنفصل عنه طبعا ده واضح جدا الحلقة اللي فاتت لما اتكلمت عن تاريخ العلم وبالتالي لابد لنا أن نعلم أن تراثنا العلمي أو النظريات العلمية الحالية التي تشرح وتوضح فهمنا الحالي عن الكون هي نظريات علمية صحيحة ولكن حتى الآن لذا يجب أن نتعامل مع العلم بصفة عامة بنوع من أنواع التدرج في اليقين فالعلم ليس كغيره يأتي ويقدم لك أي تفسير على إنه الحقيقة المطلقة بل العلم وبكل بساطة يأخذك معه من خلال النظريات العلمية في رحلة أكثر من ممتعة ليشرح لك تدريجيا ويزيد فهمك ووعيك لحقائق الكون بمرور الوقت إذا في المرة القادمة التي ترى فيها مصطلح الفردية اعلم إنه تفسير قد يصيب وقد يخطئ لكن ما إن ترى مصطلح النظرية فعلا إنها قد مرت بمراحل عديدة جدا واجتازت اختبارات عديدة لكي تستحق أن يقال عليها نظرية ولكن كما قلت ليست حقيقة مطلقة فالعلم لا يتوقف والنظريات تتطور باستمرار سواء لتزيد قوتها بمرور الوقت كما حدث مع نظرية داروين وقت مقالها والآن أو حتى لتضعف ويظهر ما هو أفضل منها وأضق وأصوب منها كما حدث مع نظرية نيوتن والنسبية العامة لأينشتاين فالعلم فقط يغبرك بما توصل به حتى الآن ولا يتجرأ على أن يدعي الحقيقة المطلقة فحتى أعتى وأقوى النظريات كالنظرية نسبية أو حتى النظرية الداروينية قد تنهار بسهولة جدا إذا ما ظهر أي دليل علمي قاطع ضدها فالهدف كما أقوله دائما هو معرفة الحقيقة كما هي لا كما نريد أو نتمنى أو حتى نعتقد فلابد أن نكون دائما مع الدليل أينما يقود بس كده شوفك على خير سلام